علوم الصف الثالث الابتدائي دربات كتاب سلاح التلبيز على المفهوم الثالث الطاقة كنزاة صفحة 110 واحد اختر الإجابة الصحيح واحد توقف تضفق الطيار الكهرابي في الدائرة عنده غلق الدائرة يامور الطيار الكهرابي تضفق الويترونات يامور طيار الكهرابي إضافة المصباح طبعا لا فتح الدائرة طبعا فتح ايه الدائرة لان الطيار الكهرابي لا يمر في الدائرة مفتوحة يمر فقط في الدائرة ايه المغلقة اتنين سريان الإلكترونات خلال الأسلاك في مصار مغلق يسمى الدائرة الكهربية ده مصار مغلق الطيار الكهرابي العازل الكهرابي الجاذب المناطيسي الطيار الكهرابي ثلاث اي مما يعلي يعتبر مواد مناطيسية وموصلة للكهرباء. النحاس والالومونيوم موصلة للكهرباء وليست مواد مغناطيسية. الالومونيوم والحديد الالومونيوم موصل للكهرباء. لكن مواد غير مغناطيسية. الحديد الاثنية مغناطيسية وموصلة للكهرباء. الحديد والمطاط المطاط غير مغناطيسي والحط بيوصل. الحديد والنكل صح. الحديد والنكل. أربعة جسيمات صغيرة تتضفق في الموصلات هي الجزئات الإلكترونات خمسة من العوامل التي توقف عليها كوت الجاذبية السرعة الكوتلة الزمن الحجم الكوتلة والمسافة الكوتلة ترضية والمسافة علاقة عكسية مع الكوت الجاذبية ستة عند احتراق أحد المصابيح المتصلة على التوالي نقط باقي المصابيح تزداد إضاءة تقل إضاءة لا تتأثر تنطفق سهركم ده تنطفق لأن هنا الدائرة تصبح مفتوحة التهير الكهرابي لا يكمل مساره سبعة أي من ميالي من المواد غير المناطسية لبابيس مكتبية برادة حديد من العقة نحاسية طبعا من العقة نحاسية تمانية يصنع مجبدا من فك الكهرابي من البلاستيك لأنه عازل الكهرباء طبعا عازل الكهرباء تسعة مصدر الطاقة في الدائرة الكهربية هو المفتاح تحكم في فتح وغلق الدائرة الكهربائية البطارية طبعا إيه البطارية عشرة تزداد كوت الجاذبية كلما زادت المسافة بين الجسم ومركز الأرض بتقل كوتل الجسم طبعا كوتل الجسم لأنه علاقة إيه طردية حداشر تسقط الأجسام على الأرض بسبب كوت الكهربية المناطسية الجاذبية طبعا الجاذبية اثنين أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين الكوسين واحد يسحب المناطس المواد عن طريق كوت الاحذكاك القوة المناطسية صح على الكوة المناطسية اثنين كلما قلت المسافة بين الجسم ومركز الأرض نقاط كوتل الجاذبية قلت ام ازدادت طبعا ازدادت لأنه علاقة عكسية ثلاثة تكون الدائرة مفتوحة عندما تكون أجزاؤها نقاط معا متصلة غير متصلة طبعا غير متصلة لو متصلة تكون مغلقة اربعة توطى أسلاك الكهرباء بمادة الحديد ام بلاستيك طبعا بلاستيك لأنه موادة عن زيلة للكهرباء خمسة يضيء المصباح في الدائرة الكهربية المفتوحة ام مغلقة صح المغلقة ستة تنتقل الالكترونات عبر سلك مصنوع من نقاط في الدائرة الكهربية البلاستيك من نحاس والنحاس سبعة عند انتفاق مصباح في دائرة متصلة على النقاط تنتفق جميع المصابيح طبعا التوالي تمانية تبطق نقاط الكهربية من تضفق الالكترونات في الدائرة الكهربية المقامة ام الاسلاك صح المقام تسعة يعتبر الخشب من المواد نقاط المغناطسية غير المغناطسية غير المغناطسية تسمح المواد نقاط للكهرباء بسريان الطيار الكهرباء خلالها العزلة ام الموصلة صح الموصلة ثلاثة ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاثتية واحد قوة جذب المغناطس للمواد البعيدة عنه اكبر من قوة جذبه للمواد القريبة منه العرس صحيح نبار خطأ اثنين عند مرور طيار كهراوي في سلك معزول ينشأ حوله مجال مناطيسي تلاتة من مكونات الدائرة الكهربية البطارية والمفتاح الكهربي تلاتة اربعة عند احتراق مصباح في دائرة موصلة على التوازي تنطفق جميع المصابيح على التوالي خمس يسر الطيار الكهربي في الدائرة الكهربية المفتوحة المغلقة ستة النحاس من المواد المناطسية غير المناطسية لا ينجز بالمناطية سامعة تدور التروبينات عند اندفاع ماء السدود تتولد الكهرباء من الموالدات عبارة صحيحة تمانية لابد ان تكون اجزاء الدائرة الكهربية متصلة معا لكي تضفق الالكترونات عبارة صحيحة تسعة تسمح المواد العزلة بسريان الكهرباء خلالها المواد الموصلة عبارة خطأ المواد العزلة لا تسمح عشر تستخدم المواد العزلة في صناعة مقابل ادوات الكهرباء عبارة صحيحة لانه لا تسمح بسريان او مرور الطيار الكهرباء خلالها حدواشر جسم الانسان رضيء التوصيل للكهرباء عبارة خطأ موصل جيد للكهرباء ليه؟ الانسان يحتوي على نسبة كبيرة من الماء مزافهة الاملاح والاملاح تجعل الماء موصل جيد للكهرباء نشر عندما يكون المفتاح في الدائرة الكهربية مفتوحة تكون الدائرة مغلقة تكون الدائرة مفتوحة عبارة خطأ تلاتاشر تحدث الصدمة الكهربية عند لمس سلك غير معزول ياسر فيه طيار كهربي عبارة صحيحة اربعتاشر يمكن رؤية المجال المغناطيسي عبارة خطأ يمكن رؤية تأثيره خمستاشر يسحب المغناطيس من شبكة الورقة المعدنية بقوة التنافر بقوة التجازم عبارة خطأ ستاشر تسمح المعادن بانتقال الالكترونات خلالها عبارة صحيحة مواد موصلة للكهربائي اربعة اختر من العمود الف ما يناسب العمود دي واحد المغناطيس يجذب المواد المصنوعة من الحديد رقم ب اتنين المولد الكهربي يحول الطاقة الميكانيكية الى الطاقة الكهربية رقم ألف تلاتة المفتاح الكهربي يتحكم في فاتح وغالق الدائرة الكهربية رقم دي اربعة البطارية صح مصدر الكهرباء في الدائرة الكهربية خمس اكتب المستهل العلمي الذي تدول عليه العبارات القاتية واحد ضفك الالكترونات في مصار مغلق داخل الدائرة الكهربية الطيار الكهربية اتنين طريقة لتوصيل الدوائر الكهربية اذا احترق احدى المصابيح فيها لا تنطفق المصابيح الاخرى التوصيل على التوازي التواصيل على التوازي تلاتة النمط الذي تشكله برادة الحديد بالكرب من المغناطيس مخطط المجال المغناطيسي مخطط المجال المغناطيسي اربعة القوة التي تسمح للمغناطيس بجازب المواد المصنوعة من الحديد الكوة المغناطيسية خمسة مصار مغلق لحركة الطيار الكهربية الدائرة الكهربية الدائرة الكهربية ستة مادة تسمح بسريان الطيار الكهربية خلالها المواد الموصلة للكهرباء المواد الموصلة للكهرباء سبعة مواد لا تتضفق الإلكترونات خلالها بسهولة إلى عكس المواد العازلة للكهرباء ستة قارن بينه واحد المواد الموصلة للكهرباء والمواد العازلة للكهرباء التعريف المواد الموصلة للكهرباء مواد تسمح بمرور الكهرباء خلالها بسهولة. المواد العزلة العكس. مواد لا تسمح بمرور الكهرباء خلالها بسهولة. طيب مثال المواد موصلة للكهرباء مثل النحاس والالومونيو. العزلة الخشب. البلاستيك. المطاط. اتنين. المواد المغناطسية والمواد غير المغناطسية. التعريف. المواد المغناطسية هي المواد التي تنجازب المغناطيز. مثل مين? الحديد والنيكة. المواد غير المغناطسية هي مواد لا تنجازب للمغناطيز. مثل الخشب. المطاط. البلاست. سبعة. اكمل العبارات الاتية. واحد. يحيط بالمغناطيز منطقة تسمى نقطة. يجذب فيها المواد المغناطسية المحيطة به. صح? المجال المغناطسي. المغناطسي. اتنين. من امثلة المواد الموصلة للكهرباء نقط. النحاس الالومونيو. تتكون الدقيرة الكهربية من اسلاك ومصباح ومفتاح. ومصدر الكهرباء يسمى نقط البطارية. اربعة. المواد نقط تقوم انتقال الكهرباء خلالها المواد العزل الكهرباء. تمانية. لاحظ الاشكال ثم اجب على الاسئلة الاتية. واحد. الاشكال الاتية توضح مكونات الدقيرة الكهربية. اسلاك كهرباء. بطارية. مصباح. مفتاح كهرباء. الف. مصدر الكهرباء في الدائرة. يموصلها الشكل رقم اتنية. لبطارية. با. المكون في الشكل رقم واحد مصنوع من مادة نقط. تسمح بسريان الكهرباء خلاله. عزلة ام موصلة? صح موصلة. جيم. وظيفة الجوز رقم اربعة. فتح وغلق الدائرة الكهربية. ومفتاح. فتح وغلق الدائرة الكهربية. اتنين. لاحظ الدائرة الكهربية المقابلة. ثم اجب. الف. عند اغلاق المفاتيح. الف وباء وجيم تضيء المصابيح نقط. مفتاح الف. وباء وجيم. يبقى كلها يضيء. يبقى مصباح واحد واثنين وتلاتة. عند فتح المفتاح باء. فقط تضيء المصابيح. يبقى مصباح اتنين لن يضيء. يبقى مصباح واحد وتلاتة. صح. يبقى مصباح واحد وتلاتة. تضيء. لكي يضيء المصباح تلاتة. يجب غلق المفتاح واحد. والمفتاح صح. رقم جي. دال. عند فتح المفتاح الف. مفتاح الف. تنطفق جميع المصابيح في الدائرة الكهربية. فسر ذلك. لانه بيؤدي الى توقف سريان الطيار الكهربية في جميع مكونات الدائرة. يبقى ليه? لانه يؤدي الى توقف سريان الطيار الكهربية في جميع مكونات الدائرة. ثلاثة. الاشكال المقابلة لادوات نستخدمها في حياتي. لاحظ سوما اجب. الف. اراد والدك ان يصلح احد الاجهزة الكهربية في المنزل. فاي من الادوات المقابلة تصلح للتعامل مع الكهرباء بطريقة امنة. واحد ام اتنين. طبعا اتنين لانها ايه? مغطاة بطبقة مادة عزل. اتنين. با. اذكر سبب اختيارك. لان المقبض مغطاة بمادة عزل اللي هو بلاستري. لان المقبض مغطاة بالبلاستيك. والتالي يكون سريان او تضفق الطيار الكهرباء. تسعة. اجب عن الاسئلة الاتية. واحد. ماذا يحدث عند لمس سلك? غير معزول. يمر به طيار كهربي يسري. الطيار الكهرباء. في الجسم. وتحدث صدمة كهربية. اتنين انكسرة كوب زجاجي فافترحت مريم جامع بقياها المتناسرة على الارض بالمغناطيس. الف هل توافق مريم في رأيها? طبعا لا. با. وضح السبب في رأيك. لان زجاج مادة غير مغناطيسية. ليه? مادة غير المغناطيسية. لا تنجزب للمغناطيس. ثلاثة. تصنع اسلاح الكهرباء من مادة النحاس او العلمونيوم. وضح السبب. لانها مواد موصلة للكهرباء. تسمح بمرور التيار الكهرباء خلالها. بسهولة. اربعة. ماذا يحدث اذا تم ملف سلك. يمر بطيار كهرباء حول مصمار من الحديد. يصبح المجال المغناطيسي. الناتج عن الطيار الكهرباء اقوى. اختبار عن مفهوم الثالث. واحد. الف. ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية. واحد. تحول المولدات الطاقة الميكانيكية الى الطاقة الكهربية. ايبارة صحيحة. اتنين. كلما زادت كوت الاجسام قلت كوت الجاذبية. تبقى لا خطأ. العكس صحيحة. تلاتة. من مكونات الدائرة الكهربية البطارية والمفتاح الكهربي. ايبارة صحيحة. اربعة. في الدائرة الموصلة على التوازي عند ادفاق مصباح تظل باقي المصابيح مضيئة. ايبارة صحيحة. بقى. اذكر وظيفة المقاومة الكهربية في الدائرة طبط او تحيد من سريان الطيار الكهربية. هي الدائرة الكهربية. اتنين. الف. اختر الاجابة الصحيحة. واحد من المواد المناطسية. النحاس. النيكة. طبعا النيكة. اتنين. كل مما يلي مواد تسمح بسريانة الطيار الكهربية خلالها بسهولة. ما عدا. مجبك الورق المعدني. جسم الانسان. دبابيس المكتب المعدنية. الزجاج طبعا الزجان. او مواد ايه? عزلة. تلاتة. استبدال المفتاح الكهربي بقطع من المطاط في دائرة كهربية يسبب. غلق الدائرة. تدفق الطيار. فتح الدائرة طبعا فتح الدائرة لانها لا تسمح بمرور الطيار الكهربي. با. اكتب المستحى العلمي واحد. طريق التوصيل للدائرة الكهربية يتحرك خلالها الطيار الكهربي. في مصار واحد للتوصيل على التوالي. التوصيل على التوالي. اتنين شحنات كهربية صغيرة تتحرك داخل. الاسلاك في الدائرة الكهربية الالكترونات. تلاتة. الف. اكمل الجمل التالي. واحد. المواد نقط تسمح بتضفك الكهرباء خلالها. المواد موصلة لكهرباء. الموصلة لكهرباء. ان نتحكم نقط في ضبط درجة حرارة الثلاجات آليا المفتاح الداخلي في اثر مستاد. المفتاح الداخلي في اثر مستاد. او بنسميه ايه? المفتاح الآلي. تلاتة. يراعي ان تكون اسلاك الدائرة الكهربية مغطاة بمادة عزلة حتى لا يصاب الانسان بنقط عند لمسها. صدمة كهربية. بقى. لحظة الشكل اللازل امامك ثم اختر واحد. يوضح الشكل مخطط المجال الكهرباء ام المنطيسي المنطيس. اتنين تستخدم برادة نقط في تخطيط هذا المجال. الحديد ام العلمونيوم? حديد مواد دي مغناطسي.